إلى أخبار محترفين أكدت سكاي سبورت البريطانية أن إدارة لايستر سيتي قررت لأول مرة الحديث عن وضع محرز إذ من المقرر أن تنشر بيانا رسميا بشأن غيابته عن التدريبات وحتما عن فشل صفقة انتقاله إلى مونشستر سيتي خاصة وأن إصرار اللاعب على عدم التدرب أضحى يهدد استقرار الفريق لا سيما في ظل كل ما يثار من أنباء بشأن غيابه عن التدريبات يأتي هذا موازاة مع قرار إدارة نادي الثعالب فتح المفاوضات مع وكيل أعمال الجزائري لإيجاد حل للمشكلة وأيضا لتحديد قيمة الشرط الجزائي في عقد دولي الجزائري الذي توحي كل المؤشرات أن هذا الموسم هو الأخير له في قلعة كينغ باور ستيديوم دائما مع محرز لرئيس رابطات اللاعبين المحترفين الإنجليز بتصريحات أكد فيها أن هيئته قررت وبصفة رسمية الدخول كوسيط من أجل إيجاد حل ودي لقضية الجزائري رياض محرز مع نادي ليستر سيتي وأوضح جوردون تايلور أنه ربط اتصالات مع إدارة ليستر من أجل تسوية المشكل لكنها لم ترد بعد على الطلب الذي تقدم به وأكد كذلك أنه من واجب رابطته تدخل لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف مضيفا أنه رغم أن القضية معقدة جدا إلى أن ربطة اللاعبين المحترفين لن تبقى مكتوفة الأيدي من أجل حل الإشكال القائم بصفة نهائية خاصة بعدما حققت نجاحات من قبل في قضايا مماثلة سنبقى في إنجلترا دائما ولكن هذه المرة مع الدولية الجزائرية الآخر إسلام سليماني أين شهدت تدريبات نيو كاسل الإنجليزي يوم الأربعاء عودت إسلام سليماني إلى أجواء التدريبات لأول مرة مع فريقه الجديد الذي انضم إليه في آخر أيام فترة تحويلات الشتوية بعدما تعافى من الإصابة التي عانى منها في الفخذ مؤخرا وبالتالي فقد بات المهاجم السابق لشباب الوزداد جاهزا لمواجهة مونشستر يونايتد الذي سيسجل فيها أول ظهور له مع فريقه الجديد نيو كاسل يونايتد دائما مع محترفين هذه المرة في خبر بين إيطاليا وإنجلترا فجرت صحيفة الماتينو المقربة جدا من نادي النابولي الإيطالي مفاجأة كبيرة أين أكدت في عددها الأخير أن اللاعب الجزائري فوز غلام قريب من الانتقال إلى مونشستر يونايتد وأن انتقال مدافع الخضر إلى اليونايتد أضحى مسألة وقت وكشفت الماتينو عن تفاصيل جديدة في القضية تتمثل في حصول اتفاق بين خرخي منداز وكيل أعمال غلام وجوزي مورينيو مدرب منشستر يونايتد وهو الاتفاق الذي يقضي بانتقال غلام إلى النادي الإنجليزية صائفة المقبلة بدفع قيمة شرط الجزائي في عقده المقدرة بـ 60 مليون يورو وأضاف المصدر أن مورينيو كان يريد حسم صفقة غلام حتى قبل إصابته في نوفمبر الماضي ترجمة نانسي قنقر